الكونجرس الامريكي الذي استقبل نتنياهو الزعيم الصهيوني الاسرائيلي رئيس وزراء الدولة المحتلة اسرائيل فضحتهم احنا كنا مندهشين بنسمع انتقادات كتيرة من الديمقراطيين والجمهوريين ايضا لتجاوزات نتنياهو لما راح نتنياهو لان تصفيق شديد جدا وترحاب كبير بدخول نتنياهو اتفرجوا تنتصر قوة تحضر على الولايات المتحدة واسرائيل ان تقفى جنبا الى جنب عضو مجلس النواب الامريكي الديمقراطية أليكزاندرا أليكزاندريا أوكاسيو كورتز قالت ان دي كانت حلقة من حلقات مونة شازلي وده جمهور من اللي بيجي يحضر تسجيل الحلقات طبعا انا بهرج يعني نص الديمقراطيين اللي كانوا موجودين مش اعضاء في الكونجرس امتنعوا عن الذهاب فجابوا ما لا يقل عن ميت واحد يزعفوا فدول اللي كانوا بتحركوا اللي يجروا عليه ويسلموا كل دي من نظر الست قالت ايه بقى انت قد بنها بالعرب الاسكندرية أوكاسيو كورتز ده حاجة جميلة قوي أليكزاندر ماشي ولكي نكون واضحين فقد خسر نتنياو الكاتير من الناس لدرجة انه اصبح يخاطف جزءا ضائلا من الكونجرس وعندما يحدث هذا فانهم يبلقون المقاعد بغير الاعضاء كما يفعلون في احتفالات توزيع الجوائز من اجل الظهر الحضور الكامل والدعم وبحسب تقديراتي فان نحو 100 من اصل 212 ديمقراطي في مجلس النواب و27 من اصل 51 ديمقراطي في مجلس الشيوخ والمستقلين في الكتل الحزبية والديمقراطية موجودون في القاعة لحضور خطاب نتنياو وهذا يعني غياب نحو نصف اعضاء الكتل الحزبية اكبر دولة ديمقراطية في العالم نصابة ايوة كده أليكزاندرية اكبر دولة ديمقراطية بتجذب ومدعية وبتأجر ناس ما أجر ناس يسقفوا هل هذه هي الديمقراطية؟ هل هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تصدقون الآن أننا نتمسح في الكاذبين؟ طبعا احنا نتمنى أن نكون ديمقراطيين بجد بس ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية بجد فيما بعد الديمقراطية ثم 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 تغلب المصالح ونحن ما بين المصالح تائهون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر